موضوع الموض وعلاقته بالامساك بيحتوي على ألياف جيدة إذا كانت أنواع الموض ناضجة مستوية بالعكس هي تعتبر واحدة من الأطعم اللي بتساعد على علاج الامساك ولكن بظروف معينة أما الموض الأخضر اللي هو لسه مش مستوي كتير هو اللي بيحتوي على كميات من السكريات المعقدة اللي بتساعد شوي يمكن على أنه يصير في حالة امساك عشان هيك تناولنا للموض بأوضاعه المختلفة ممكن هو اللي يأثر على وجود الامساك أو لا تزامن بعض مسببات الامساك الأخرى مع تناول الموض ممكن أكيد كمان هي اللي تسبب الامساك فمثلا إلا تشرب المي مع تناول الموض أكيد رح تسبب الامساك لحتواء الموض على مادة البكتين واللي هي بتجمد الوراز في الأمعاء الغليظة فبتساعده على عدم خروجه بشكل أقوى فعشان هيك تناول الموض مع كميات كافية من المي مع نظام غذائي متوازن متعادل رح يساعد أكتر على حركة الأمعاء بشكل جيد جدا وخصوصا إنه بيحتوي كمان على البوتاسيوم اللي بيساعد على حركة العضلات بشكل عام من الأفضل شغلات إنه نتباحها بصدد واحد من الأطعمة أولاء إنه نعرف معلومات جيدة عنه ونستشير أخصائي تغذي ليحكينا المعلومات الصحيحة لنعرف كيف نتناول هذا الغذاء شكرا